مرحبا بك بين اخوانك وزملائك وابنائك مرحبا بك استاذنا الجليل وشيخ شيوخ مهنة المحامات الاستاذ النقيب سامح عشور نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب مرحبا بك عزيزا بيننا وبين زملائك وابنائك من محامين الجيزة الافاضل الكرام كما يطيب لي بهذه المناسبة العطرة ان ارحب ايضا بالسادة اعضاء مجلس نقابة محامين مصر واعضاء هيئة مكتبها ترحيبا بالسادة اعضاء مجلس النقابة العامة ضيوف هذا الحفل الكرام ويطيب لي ايضا الترحيب بالسادة الزملاء اعضاء مجالس النقابات الفرعية الضيوف كما يطيب لي ايضا كما يطيب لي ايضا الترحيب بالسادة محامين الجيزة المقرمين وابنائهم واسرهم في هذا الحفل الطيب حضرات السادة الزملاء كان عرفا سابقا كانت سنة سابقة ان لا يتم التكريم الا بعد ان يصل الزميل المحامي الى خط النهاية في اداء العمل المهني لكنها سنة نستنها استاذنا ونقيبنا الاستاذ سامح عشور ان التكريم يجب ان يكون للزميل المحامي قبل ان يصل الى خط النهاية في العمل المهني وانه لابد ان يقرم المحامي في حياته تلك سنتنا في مجلس النقابة العامة هذه القيمة التي ارساها الاستاذ النقيب في تكريم الزملاء قيمة كلية كما يتحدث ويقول قيمة الوفاء وقيمة التكريم قيمة طيبة سنحافظ عليها اود ان اشير الى ان اللجنة اللجنة المنظمة لهذا الحفل اللجنة المنظمة لهذا التكريم قد وضعت معيارا للاختيار كي لا يساء فهمنا وحددنا سنا معينا للزملاء المحامين وسنا للزميلات المحاميات وهذا لا يعني ان يكون اخر المطاف في التكريم لكن الخطوات القادمة في التكريم تكون في الاعمار الاقل التي تقل عن ذلك ولهذا تكريمكم مستحق وان كان كالتأخر فسامحونا ايضا نرجو من حضراتكم ان كان هناك سم التقصير في اي جانب من الجوانب ان تلتمسوا لنا العزو اود ان اتوجه بالشكر الى مجلس نقابة محامين الجيزة نقيبا واعضاء وعلى رأسهم السيد الاستاذ محمد فتح البهنساوي نقيب محامين مصر وايضا للسادة اعضاء مجلسه الموقر وايضا لجنة المرأة والشباب المنظمين لهذا الحفل واللجان النقابية وكل من عاون في اخراج هذا الحفل وعلى رأسه وبالخصوص للجند المجهول الذي بزل جهدا خارقا في هذا الحفل الاستاذ سيد جابر امين سندوق نقابة محامين الجيزة فشكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته